يحكى أن فارسا عربيا كان في الصحراء على فرس له فوجد رجلا تائها يعاني من العطش طلب الرجل من الفارس أن يسقيه الماء فقام بذلك صمت الرجل قليلا فشعر الفارس أنه يخجل من طلب الركوب معه فقال له هل تركب معي وأقلك إلى حيث تجد المسكن والمأوى فقال الرجل أنت رجل كريم حقا شكرا لك كنت أود طلب ذلك لكن خجلي منعاني ابتسم الفارس فحاول الرجل الصعود ولكنه لم يستطع قال أنا لست بفارس فأنا فلاح لم أعتد ركوب الخيل اضطر الفارس أن ينزل كي يساعد الرجل على ركوب الفرس وما إن صعد الرجل على الفرس حتى ضربها وهرب بها كأنه فارس محترف أيقن الفارس أنه تعرض لعملية سطو وسرقة فصرخ بذلك الرجل اسمعني يا هذا اسمعني شعر اللص بأن نداء الفارس مختلف عن غيره ممن كانوا يستجدون عطفه فقال له من بعيد ما بك فقال الفارس لا تخبر أحدا بما فعلت رجاء فقال له اللص أتخاف على سمعتك وأنت تموت فرد الفارس لا لكنني أخشى أن ينقطع الخير بين الناس موسيقى موسيقى